خمس حدات تعمليهم عشان لو عايز تدخني من غير ما يطلع للكيروش هلوز واحد لو انت من نوع اللي بيأكل لما بيدخنش ما تفرحش اوي كده لان دي كارسة فلازم تتطميني ان الغدة شغلة تماما بمعنى ان انت تتطميني تحليل الغدة الدراقي وتتطميني على هرموناتك وبرضا تطميني على حاجة موضوع الددان لو الدنيا تماما نخش على خطوة رقم اثنين وهي الشهية الحادات اللي فعلا بتفتح الشهية هي الحادات المسكرة يعني قضيها شوكولاتات مثلا لا ما ده يا مل الكرش طب اكل ايه مسكر عندك اي نوع فاكه تحبيه الحلاوة المربة اللي عيش بيفتح الشهية مش بيشبع لا وفي حادات بتكلي منها كتير كم وسليات بس سعراتها الحرية عالية عالية جدا اكبر مثال المكسرات فصدق كاجو لب بندق مش هارف اي حادة كده سعبها حاجة بسيطة انها بتطلع حبوب لبعض الناس واريش منها قوي ما تتليهاش كل يوم في مشروبات حلوة ويوقال انها بتطخن التكاوء الحلبة السحلة بما اننا بشتة ومتكتكين وبتاع هتنفع كل ده بيتخذ بين الوجبات كتسلية كم وده يعتبر تكمل النقطة رقم ثلاثة انت هتتلي خمس وجبات في اليوم ثلاثة اساسية واثنين سنيج الوجبات الاساسية هتتلي فيها على قدم عادتك براحتك ولكن تحاول تزاودي فيها في البروتين شوية اربعة الرياضة الكتش تضيك نظام تمارين وتضربك صحة بلاشتها تمضي على البرامج وعظمنا ما يعرفش ميكانيزم التمرين عامل ازاي ولا بيعمل ايه فممكن تلاقي شكل جسمك مش متزبط خمسة للناس اللي عايزة تبقى كيرفي بس دي حلات انا قرأت عنها مش عن تجربة شخصية زيت الحلبة وفيه كريمات بتتجمن السيدليات بتتحط في المناطق اللي هتخليك كيرفي لما اغزها فيه ناس جربتها وبيقول انها بتساعد جدا وطبعا مش هتجيب نتيجة فعالة من غير النظام الغذاء الصح ومن غير ما تزود السعرات الحرية بس كده